من باريس انضم إلينا ناصر زهير الخبير في العلاقات الدولية سيد ناصر مسألة المهلة حتى يوم الخميس أليس الضربة واضحة للجهود الفرنسية؟ نعم أعتقد بأن هذه الضربات تعودنا عليها من قبل إيران كلما كنا قريبي من الوصول إلى نتيجة أو الوصول إلى اتفاق كان هناك تصعيد من قبل إيران ولكن دائما طهران تطرح فكرة العودة عن هذه القرارات وأنها يمكن أن تلغي هذه القرارات وهذا التصعيد ولكن بالنسبة للفرنسيين هم تململوا أو ملوا من هذا التصعيد الإيراني كلما كان هناك جهود فرنسية قابلت إيران هذا الأمر ببعض السلبية ما الذي تريد إيران؟ من أوروبا ومن باريس ومن جهودها إيران تريد أن تضغط على الأوروبيين للتعجيل برفع أو تخفيف العقوبات أو إعطائها مزيد من الخطوط الاقتمانية التي تعود اقتصادها عن الخسار التي وصل إليها الاقتصاد الإيراني بالتالي إيران تضغط عليهم لعدم إضاءة الوقت بالنسبة لها وأيضا إيران تريد تحقيق المزيد هي طرح عليها الفرنسيين خطوط اقتمان بـ 15 مليار دولار إيران تريد أكثر من ذلك أيضا إيران تريد أن تبيع النفط والحصول على ثمنه نقدا ولكن بالمناسبة هذه الشروط لم تكن موجودة قبل شهر أو شهرين بمعنى كل ما وصلنا إلى تقدم في المحادثات أصبحت شروط إيران أكثر تعقيدا لكن هناك ربما علامة استخدام الاقتماني أو تعجب يا سيد ناصر فرنسا ربطت نجاح هذا المقترح أو العرض الفرنسي بالموافقة من قبل واشنطن هل حصلت على ضمانات من ترامب أو من الولايات المتحدة على هكذا عرض أم لا أعتقد أنها حصلت على ضوء أخضر ولكن ليس بشكل كبير هي حصلت على ضوء أخضر بإبقاء إيران داخل الاتفاق نووي مقابل بعض التحفيزات ترامب لا يريد الآن تصايد مع إيران وهو أعطى للفرنسيين ولكن النقطة التي أزعجت فرنسا أنه بعد اتصال مكرون مع روحاني والحديث عن اجتماع مع ترامب روحاني وترامب في الأسبوع القادمة تنصل روحاني من هذا الاتصال وقال بأنه لن يجتمع إلا بعد رفع كامل العقوبات هذا ما أزعج فرنسا وأعادها إلى المربع الأول أي إلى المبادرة القديمة الآن أصبحنا نتحدث عن مبادرة جديدة حصلت فرنسا على الضوء الأخضر منها ولكن هذا يعتمد أيضا على مدى ما تلتزم به إيران بمقابل هذا الخطة الائتمانية وهذه المبادرة لكن من الزاوية الأخرى سيد ناصر هناك زيادة في التلويح بوريقات العقوبات من قبل ترامب أليس هذا أيضا عبءا على الجهود الفرنسية وهل تقضي عليها تماما صراحة أم لا هذه العقوبات أعتقد الآن لا تؤثر كثيرا لأن هذه العقوبات تستهدف وكالة فضاء وأمور غير اقتصادية بشكل كبير ولكن إذا ما أراد ترامب أن ينصف الجهود الفرنسية يمكن أن يفرض عقوبات اقتصادية كبيرة هذا ما لم يفعله إلى حد هذه اللحظة ولكن سنرى أو ترامب يريد أن يرى ما مدى التزام إيران أو ما ستقدمه إيران بمقابل هذا التخفيف من العقوبات وهذه الخطوط الائتمانية إذا ما التزمت بالاتفاق النووي وبحثت موضوع الصواريخ الباليستي هذا يكفي لترامب حاليا ولكن إذا لم تلتزم بشكل كبير وطرحت فكرة أن تطلب الكاش النقدي بمقابل بيع النفط هنا سنرى عقوبات جديدة من قبل ترامب وأيضا هذا يعتمد على موقف بريطانيا هنا نتحدث عن الخطوط الاتمانية ولا نعرف من الذي سيمولها هل الأوروبيين بالإضافة لبريطانيا أم بريطانيا ستذهب إلى التماشي مع واشنطن أعتقد أن هذا سنكتشفه بالأيام القادمة ولكن تصريحات لدريان اليوم قال بأن المحادثات مع إيران هشة ولا زال هناك الكثير لعمله يعني بعد كل هذه المحادثات والشهود لا زال الكثير أعتقد بأن هناك سيكون اتفاق قريب شكرا جزيلا ناصر زهير الخبير في العلاقات الدولية ضيف الغدمن باريس